براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم ويرون اعجز الله وأن الله نخزي الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحق الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهذا خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيرون اعجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينغصوكم شيئا ولن ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى هدتهم إن الله يعب المتغين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاغتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا بأغانوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قلب لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستغيموا لهم إن الله يحب المتغين اشتغلوا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعمدون لا يعبدون فيه مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم معتدون فإن تابوا فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخباركم في الدين فنفصم الآيات لقوم يعلمون وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم مطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما مكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشونه إن كنتم مؤمنين قاتلون يعذبهم الله بأيديكم فيخزهم وينصركم عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين فيذهب ويضغلوا بهم ويتوب الله على من يشاء بالله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المدين وليجة والله خبير بما تعمدون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بأقان الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سضاية الحك وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموابهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشغهم رب برحمة منه ورغبان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخبانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتملهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخبانكم وأزوابكم وعشيرتكم وأمذان اقترفتموها ومن يتم تجاعة تخشونك سادها ومساكن ترضنها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنيم إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم أرض بما رحبت ثم وليتم مذبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها بعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فوره إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره بلو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كمه ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب بل الفضة ولا ينفعونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فاذلقوا ما كنتم تكمزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ذا اعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لنواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا ضيل لكم انفروا في سبيل الله إذا الساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا فالله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بدنود لم ترواها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا بتعلم الكاذبين لا يستأذن لك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فالله عليم بالمتقين إنما يستأذن لك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مرتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترتدون ولم أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثثتهم لقيل اقعدوا مع الغاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عنيم بالظالمين لقد ابتغلوا الفتنة من قبل فغلبوا لك الأمر حتى جاء الحق فظهر أمر الله فهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخلنا أمرنا من قبل ويتبلوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل ترتصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترتص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فترتصوا إنا معكم ترتصون قل أنفغوا طبعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا بهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرعون لو يجدون ملجأا أو نغارات أو متخلا لبلوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا فإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فرله ورسوله إننا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة من الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزج العظيم يحذر المنافعون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله نخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخور فنلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مبرمين المنافعون والمنافعون والمنافعات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد الله المنافعون والمنافعون والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب نظيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قبة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بخوتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود بقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلبهم ولكن كانوا أنفسهم يغلبون فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقيبون الصلاة ويؤتون الزكاة فيطيعون الله برسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بعد الله المؤمنين والمؤمنات جمات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد برغبان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار بل منافقين باردغ عليهم ومأفاهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قانوا ولقد قانوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهبوا بما لم يناهوا وما نغنوا إلا أن أغنىهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فرنه لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فرنه بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعربهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقنه بما أخلفوا الله ما بعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطلعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يهدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أميم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله فالله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليرحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توبهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأن الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف بطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ذقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الرعفاء ولا على المرضى بلا على الذين لا يجدون ما ينفغون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبير ذا الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تبلوا وأعدلهم تفيض من التبع حزنا ألا يجدوا ما ينفغون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخبال فذا ضدع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسغين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق نورما ويتربص بكم الدمائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصدبات الرسول ألا إنها غربة لهم سيدخذهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يغبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بأن يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فالله عليم حكيم والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين بإرصادا لمن حارب الله برسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أجسس على التقذى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقذى من الله برغبان الخير أم من أسس بنيانه على شفاق رفنهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال دنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تغطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحامدون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة عدهائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتعون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريض منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوث رحيم إنه بهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوباب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتغوا الله بكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يردوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نخنصة في سبيل الله ولا يطعون منطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 117. ولا ينفعون نفرة صغيرة ولا كبيرة ولا يغطعون باديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتغين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في علوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توبهم كافرون أبلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله علوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوث رحيم فإن تبلا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكلت وهو رب العرش العظيم